لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة عمرك سمعتها؟ المصر بيدي تلتمائة ربعمائة ألف؟ اه حسن كان بياخد مبلغ ما شاء الله ويهاب بياخد مبلغ ما شاء الله لا انا بياخد مرتابي مدير كوريا ولم اتفاوض على المدير الفني وهنا الفرق بقى فرق انك تحترم المكان اللي انت بتشتغل فيه ما تستغلش الموقف واحد غيري بعد ماتش انبلاق تعالي عمل معي عادة بقى بكزة وشرط الجزائي وديني مقدم عادة انا ما عملتش كده وناس كلموني قالولي مصطفى عم كده تقول لي مش انا مش انا انا جاي انقذ موقف جاي انقذ موقف وعنقذته على قد ما اقدر انت تحاسبني زي ما قلتلك وزي ما قلتها مئة مرة انت تحاسبني لما اختار لعابتي وحطت تحت اختار لعابتي دي مئة خط واختار جهازي جاي في نص الموسم هتفتار لعابة ازاي؟ يبقى تحاسبني ازاي؟ انت تجاهز حدي حاسبك لا مش موضوع هتش حاسبني اه لا ازاي بقى لكن لكن مش الحساب انك انت حاسبني على الاخطاء او على الخسارة او عليك طيب اقولك حاجة هو ان هده بترجدت ومطروح جزيرة مطروح كالنتيجة كامة؟ ضربات جزاء؟ واحد واحد؟ ومين لي كان كذبان؟ جزيرة مطروح؟ اه هي دي كورة انا فاكرا ماتش الكاس انا عايز اقولك حاجة مقدرش اتكلم معك ماتش الكاس لان هي دي كورة ماتش افرق يا نفات من يومين ثلاثة دا اه انا ستة جوه جون يعني ستة لو قلت للعابة طلعوه برا الجون ما يعرفيش يطلعوها طيب لكن انت بتخسر انا هاديك جملة وممكن تقولي صح او غلط صدر نادي المصري من كتر الحزم والقوة والصرامة مع كابتن حسام حسن لما مشي تحس اللعابة فكت ريحت كل واحد بيعمله وعايزه لا 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 مش مزبوط مش مزبوط بص يا مهيب انا الراجل بعمل الناس زي لا انا مكلمش على حضرتك انا بكلم على انت بعيد عن الجزئة دي انا بكلمك على اللعابة من كتر القوة والصرامة والحزم لما كابتن حسام مجي الدنيا فكت لما انت تبدل خنقني 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 على طول هعمل ايه لما انت تبدل ضغط 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 ياريت تخنقني 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 ونكسب تضغط 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 ونكسب هرجع تاني اقول لك بداية السنة لحسام حسن سبع مباريات اربعة عادل ادي تمانية بنت خسارة ادي تلاتة يبقى 11 بنت كسب واحد يبقى خسران 11 بنت من كم من 21 بنت طب انت ليه مركز مع كابتن حسام حسام؟ مع حسام هو الأساس لأنا ولا ميمة عبد الرازق حسام اللي بقى له سنتين ثلاثة لما تيجي تحاسب عمل إنجازات أكثر واحد مهيب لأني حاسب لأ أنا بكلم لأ اسمع أكثر واحد دافع عن حسامنا وأكثر واحد دافع عن حسام في النادي الأهلي أنا أكثر واحد من مهنوة بيلعب حسام أسطورة أسطورة لعيب كورة وأسطورة تدريب لكن الكرفي لازم ينزل النادي الأهلي فين دلوقتي لأ ببقيتش النادي الأهلي ريال مدريد فين دلوقتي مش كده؟ بقى الميونخ فين دلوقتي مانشستر يونايتد فين دلوقتي الكرفي بيعلى كابتن مهيب وبعدين لازم ينزل تاني ده شيء طبيعي شايف إن كابتن إحاب جلال قادر على إعادة الوضع الصحيح أو الطريق الصحيح للنادي المصري في الفترة اللي جاء في يناير يقدر لكن دلوقتي قبل يناير وكويس إن إحنا عندنا ماتش إفرخيا أو هم ما فيه ماتش إفرخيا وبعد كده فيه توقف وبعد كده يناير يقدر يقدر يجيب خمس ست سبع لعيبة ويقدر يعد بالمرحلة لكن من الأربعة صعب السنة دي ممكن يبقى السنة الجاية علاقتك انتهت بالنادي المصري؟ لا لم تقلمت أنا أنا أعد مع الحج سامير الحلبية مبارح الرجل متمسك بي لحد هذه اللحظة وحضرتك؟ طبعا أنا الراجل ده من أفضل الشخصيات اللي تعملت معاها في حياتي في أنا عندي شخصيات كده في حياتي عندي كابتن صالح اللي أرحمه عندي المشير أبو غزالة اللي أرحمه عندي الفريق عبد الرحمن سر الختم بتاع السودان هو رئيس نادي الهلال وانو كنت بضرب لان الشيخ فهدي الأحمد الجابر الصباح من أعظم الناس تعمل وسامير حلبية من أعظم الناس على فكرة هذا الرجل الفاضل أنا حبيته من كمال عامر من قبل ما شوفه للإنجازات اللي عملها لإمداد البصري من أمتى النادي المصري عنده ملعب؟ من أمتى النادي المصري عنده نادي اجتماعي؟ من أمتى النادي المصري وصل للمربع الزهبي ثلاث مرات وراء ثلاث سنين مرات هو مش النجاح إدارة هو النجاح مدير فني بس عمر ما كانت مدير فني بس عايزة حسن معاك؟ هتبقى حرق مدير كرة مع كابتن إهاب جلال؟ لا والله هو الحج سامير بنتفاوض على المنصب إهاب جلال على فكرة ده من ولادي خلي بالك أنا مرمتوا سنة التسعين ومن أفضل الشخصيات اللي تعامتها في حياتي برضو إهاب جلال ده نوعية محترمة جدا لكن الحج سامير متمسك ومجر الزهر متمسك بيا جدا 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 وأنا قلت له حج سامير لازم يبقى ليه دور ما ينفعش أخذ مرتب وخلاص فهنوعد تاني مع بعض كاب مفهود نتقابل الأقرب شايف حراك إيه هتكمل مع المصري أنا مش عايزة أخذ قرر دلوقتي وأنا قاعد يا مهيب اللي أنا عايزة قابل أقولك كلام ده تصدق بالله ونتعفل أنا لا أكذفش أنا سعيد جدا بالله حصل تعرف ليه؟ من ساعة المتش ما خلص يا مهيب أنا أبطلت قافل تليفوني أنا أكلم مراتي وأولادي والناس اللي قربين مني قوي أطمنهم علي يعني من ساعة ما فتحت التليفون لحد الفجر الناس بتطلبني من بورصعيد تصدق بالله واحد أتكلمني قال لي يا كابتن مصطفى أنا جبت نمرتك من الناس حبايبك اللي بورصعيد أبوي عنده 80 سنة قال له هات نمرت الكابتن مصطفى عشان نعتذر له عن شعب بورصعيد أنا جالي كمية تليفونات من بورصعيد لا أتخيلها لا أتخيلها كنت رايح النادي المصري بنية مدير كورا أو مدير فني لا لا خالص خالص بالدليل طب شوف ده سؤال مهم قوي لو أنا رايح بنية مدير فني يا مهيم أنا حقول للحج سمير هات مدرب لا طب أنا اتغلطت من من الزمالك الفريق المرشح الأول لبطولة الدولة العام كابتن ميمي عبد الرازي قال إن أنت السبب أنه هو مشي لا لو أنا السبب كان مشي من بدري أما الجابول إيه لما هو مشي من بدري لو أنا السبب أنا لما الحج سمير كلمني وقال لي خلاص إقالة وتطلع على اسكندرية حصل إقالة وتطلع على القاهرة ولا على القاهرة جبت جبت لسبحامل صلاح ابو جريشا وجبت ياسر عزة قلت له من الحج سمير قال لي كذا 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 إحنا عايزين نلم الدور ونروح وأنا حسافر له بكرة مصر كان عندي معاد مع السبب الوزير عشان النادي المصري وأنا حخلص مع الحج سمير الموضوع ده على السبب كابتن ميمي كامل ليه معاد مع الوزير عشان النادي المصري المفروض فيه شغل أنا بعمله للنادي المصري فكان فيه اتفاق مع السبب الوزير إن احنا النادي بيتكفل أعباء طائلة على مدارس 3-4 سنة فاتو من 10-12 لـ 15 مليون جنيه كل سنة معسكرات وأوتوبيسات وتنقلات وبتاع ده على أساس المجلس اللي عليها تحمل جزء من فلس دي والحمد لله سبب الوزير استجاب هذا الرجل المحترم وعملتها ده شغلي أنا ما كنتش بفكر خالص في مدير فني نهائي بدليل يا مهيب والناس موجودة وعارفة لم أشارك في أي حاجة في النواحي الفني نهائي وكنت بطلع كان بيجي التلفزيونيات بعد المشاط ببتقلص يجروا علي أنا أقول له لا أروح فيه مدير فني طب اتعينت إزاي مدير فني؟ مالقبح كله اعتذر مين اللي اعتذر؟ هاب جلالي اعتذر ميدو اعتذر مش عارف حدي تالت تاني اعتذر وانت بتلعب كل تلات ايام ماتش بعدين كل تلات ايام ماتش يا مهيب بس حدرك قلتلي ان فيه مدير فني أجنبي جاي وبرازيلي ما كان فيه بتكلمه أيوة صح وده كان حاصل وكسبت لما كسبت ماتش انبي لغوا فكرة المدير الفني الأجنبي لغوها لأن حسوا ان الفرقة بتقوم او الفرقة عملنا ماتش كويس المصر عمر ما تكسب انبي على هذا الملعب لكن انا شايف بعضي تاني خالص انا شايف بعضي تاني خالص انا دي مهنيتي ودي شغلتي لكن ما قدرش اهرب وده اللي قالوا لحاجة يا سامير انا كنت قعد معان بارح قال لي اللي انت عملت معانا القريبين مننا وولادنا سيبونا وجيريو اخر مرة دربت امتى كابتن مصطف المنتخب بصلاح ونيني سنك عشر وواحد عشر بس الكورة ملاش علاقة انت ضربت انت ضربت انت مه ده السؤال بقى ملاش علاقة الكورة هنا طب اللي بيدربوا كل يوم وبيفشلوا كل يوم في انديتهم ومن فشل لفشل لفشل ايه الفرق بس الاساليب اتغيرت الاساليب ده الفرق بقى ما بيني ما بين اي حد ما الاساليب دي لما تشوفني بتكلم في برنامج او برنامج في الكورة وبتحلل الوضع مختلف مش بتوع 3-5 وقلابها لأربعة واحد الكلام ده ملوش علاقة بكورة خالص التلاتة خمسة والستة سبعة والواحد اتنين دي على الورق فقط على الورق لكن الملعة فيه مئة الف متغير بس احنا بنشوف بيد عن حضرتك بنشوف ناس بتتكلم في الكورة هيل جدا ولما تمسك اندية ولا حاجة دول كتير على فكرة احنا كان معنا واحد صديق عزيز على قلوبنا كلنا مغلوبة اربعة مبارح وجاي حل التاني يوم الراجل فاحنا عندنا الموضع مقلوبة المفروض يا مهيد انا كمدير فني مطلعش حلل انا مدير فني في نادي السين اجي حالة صد ده صد ده غالبني اربعة اجي انتخذه ولا اجي اطلع فيه عيوب احنا عندنا النظام مقلوبة انا استوقفني تصريحات لعيب النادي المصر قالك ان احنا بننزل مش عارفين نعمل ايه هل ده يا جوس؟ يعني ايه مش عارفين نعمل ايه؟ باللفز كده لعيبة نادي المصر قالك احنا بننزل مباراة مش عارفين نعمل ايه؟ يعني ايه مش فاهم مين قال كده؟ اه اه ده حرس المرمى وحد معك اثنين لعيبة معك لا الكلام ده غير صحيح اه انا من ساعة ما نسكتهم قلت ثلاث جمل ازاي تقف في الملعب؟ بس؟ اه طبعا ما هي دي اساس الكورة؟ الكورة ازاي؟ انت تقف صحي في الملعب وتنتشر صحي يعني ما كانوش بيعافوا يقفوا في الملعب؟ لا خالص حتى لما كنت بقولهم حتى لما كنت باممرنهم الجوني اللي جي فيا في الاولان بتاع مطش افريخ ده يعني هو ما كابتن وصد ماشي نسي القرة؟ ما عرفش واجبات المراكز ما عرفوهاش انت عارف المصر يا كابتن في المربع الدهبي بقاله تلات سنين لعب السوبر ايوه دخل افريكا كونفدرالية تلات سنين تلات سنين في حاجة اسمها واجبات مركز انت بتلعب بك رايت ازاي تقفل وازاي تغطي وازاي تقابل وازاي ترحل وامتى تطلع انا خسران الناس بتسبق الكرة كل يسف دين الجون وتلاقي الالتين بقى راحوا عطار في طارو بالنظام انهم بقلوه في التلفزيون بيلعب بطرفين طايرين يعني ايه طرفين طايرين؟ لازم الناس يتسبق من تحت الكرة مش من فوق الكرة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة